محامي سليمان جبوري من الله الرحمن الرحيم سيدات وسادة الكرام مشاهدي قناة الحقائق بالوثائق نستكمل مع حضراتكم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من سلسلة مواضيع خوانة الأمانة والمتلاعبين بأموال الشعب العراقي لص كبير آخر يقين في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي ويلعب بالملايين إنه نائر الجمالي نائر الجمالي يستعمل فيندق خمس نجوم مقرا له واتخذ منه مكتبا ويجمع المسؤولين الفاسدين في هذا المكتب بضيافته وعلى رأسهم سارق البطاقة التموينية وزير التجارة الأسبق دكتور سلمان الجمالي الذي يستلم العملات لمصلحته الحاج الحاج والذين الحرامية اللصوص دي كور الحجي نائر الجمالي كما يحلو له أن يتسمى من زواره أيضا طلال الزوبعي وصالح المطلق وأحمد أبو ريشا وكمال خلف مدير طبعا أموال سلمان الجمالي مودعة عنده واللي كان يعني يعمل بوزارة التخطيط وتجارة بعهد العبادي وتقدر بمئتين مليون دولار هذا النائر مطلوب بمذكرة أنتربول والإمارات طبعا هو مجلسة بولندية وأردنية يعني يشتر ويتقوى بهذه الإنسيات الإمارات ما تقبل السلم بحجة أنه يعمل إقامة على جواز سفر أردني والأرض اللي لا تطالب به لأنه لأنه أصله عراقي يعني يختلقون حيال قانونية لهؤلاء الفاسدين للصوص حتى لا يمكنون القضاء من محاسبتهم وقضاتهم طبعا هذا الشخص كان شريك في فضيحة سريقة وزارة الدفاع بوقته مع حازم الشعلان بزمان أياد علاوي وكان شريكه رجل الأعمال زيادة العراقي يحمل جنسية بولندية وهو محكوم بالعراق طبعا كان هذا نائر بالتسعينات بالأردن وكان مسؤول عن إدارة أموال الإخوان المسلمين الحزب الإسلامي بالعراق ويشتغل الوكيل الآن لدى الإمارات موقع وكليكس كشف الغطاء الغطاء عن هذا الفاسد بالوثائق طبعا وراح نعرض علي حضاراتكم بالوثائق وبيّن التاريخ الأسود لهذا العراقي نائر الجميلي نائر طبعا بعد ما حصل على الجنسية الأردنية وظف مئات الملايين بالسوق الأردني بعد ما رفع أسعار الأراضي والشقق والاسمنت والحديد وكل ما يتعلق بالبناء غادر الأردن تارك خلفه الكثير من قوائل الفساد الفاسد فاسد وينما يروح يعني طبعا الكثير من الصحف والمواقع الإخبارية نشرت عنه تقارير عن فساده كانت عائلة أيضا ترافقه في مشاريعه وتساعده في هذا الفساد ووقت وسائل الإعلام نشروا أسماء الشركاء من العائلة نفسه التهم اللي كانت موجهة له وغسيل أموال وتجارة الأسلحة وشراء الذمم ودفع الرشاوي لعدد من المسؤولين السابقين في الأردن من ضمن الصفقات اختلاص الأموال لأسلحة وهمية للجيش العراقي واختفى مبلغ جزء من شحنة تتألث من ثمانية بليون دولار بوينت ثمانية زين شو حينت من نيويورك للعراق بعد احتلال العراق طبعا صار عليه تدقيق رسمي من الحكومة العراقية أثناء تولي حازم الشعلان وزارة الدفاع ووجدوا أن واحد بليون دولار بوينت سبعة ذهبت لحساب في بونغ الرافدين في بغداد قبل أن تختفي في حساب بنوك أخرى خارج العراق وإحنا حشينا شلون كانت تجي الأموال من أمريكا ومن دول الداعمة ومن أموال العراق مذكرة النفط مقابل الغذاء وكيف كانت تخرج بطريقة غير مشروعة وهذا واحد من اللي يهرب هذه الأموال نجي عن تحالف خبيث لنائر جميلي سجي الشركة اسمها فولينغ سبينغ ورأس مال قيمته 2000 دولار فقط 2000 دولار خلال شهور هذه الشركة أصبحت مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها مئات المليارات الملايين من الدولارات طبعا اتحالف مع شخص اسمه زياد قطان هو عراقي احمل الجنسية البولندية وتم تعين قطار رئيس لقسم المشتريات العسكرية طبعا خبرته اقتصرت على إدارة محل بيع البيزة فطاير إيطالية بولندا هذا هذا الرئيس قسم المشتريات وقبل ذلك كان يبيع شيارات مستعملة في ألمانيا أنا اشرح كمامتلة حتى تعرفون مدى استهانة هؤلاء المجرمين بالشعب العراقي يعني فرهدت أموال الشعب العراقي القطان هذا نفسه اعترف في الصحيفة أمريكية أنه لم يبيع في حياته طلقة واحدة يعني يعني يعمل عقود وهمية ويأخذون الفلوس يعني رغم وقع عقود بمبارغ تزيد على مليار دولار مع الشركة يديرها الجميلي يقال أن الجميلي سحب مئة مليون من أموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد وعلى هذا الأمر هذه العمليات هذه الصفقات أصبح يملك أموال ضخمة وسيارات فارهة يقولون أن السيارة الوحدة ما تقل عن سمئة ألف دولار من السيارات التي يمتلكها إضافة إلى الحماية الشخصية التي يعني تحمي من أبناء الشعب العراقي وهو أمول بشراء الساعات السمينة التي لا تقل عن خمسين ألف دولار يقدم هدايا لعدد من المسؤولين لتنفيذ مشاريع ومصالحه خاف أحد برلماني مسؤول يشوفون عنده ساعة بخمسين ألف دولار قيمتها فإذن هذه من نائر الجميلي إضافة إلى ذلك نائر الجميلي يمتلك أفخم معرض السيارات الحديثة بعمان وهو الشريك مع الشخص اسمه سردار يقول قام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم صغير الراوي وهو موظف سابق وزارة الدفاع العراقية وتم شراء أراضي وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى هو وقاسم الراوي على نصيب جهاز القطان بواسطة التزوير من كانب عمان علاقة المشبوهة بدأت بإهدائه ساعة أوميغا جدا وثمينة فاخرة جدا وثمينة مرصعة بألمان زازر حيث اشتراها لأحد رؤساء جهاز أمني سابق هذا محمد الذهبي اللي موجود مدير المقارات الأردنية رئيس المقارات يقول اطورت بعد علاقات الجميل ودأ مسلسل غسيل أموال الذي استهله بإدخال مليار دولار إلى أردن هاي المليارات تروح في جيوب هذول المجرمين أموال الشعب العراقي يقول توضع في حساب سري في فرع بانق يقع بمنطقة العبد البتواطة مع مدير الفرع الذي كان يتولى مهام غسيل لأموال لصالح جميلي رشاوي المسؤولين اللي قدم نائر جميلي هناك وثيقة مرفقة وصادرة من مكتب وزير المالية السابق الدكتور علي عبدالأمير علاوي موجهة بصفة شخصية إلى محافظة البنق المركزي الأردن يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المدعة في بنوق ومصارف أرضية باسم الهارب المدعو نائر محمد أحمد الجميلي صاحب شركة العين الجارية الوهمية والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة كما قلنا مع حادم الشعلان وزير الدفاع الأسبق وحكومة العلاوي وبزياد طارق عبدالله القطان نائب الأمين العام ومدير التسليح والتزيز والدفاع هو يشتغل بالبيزة الأخ بولندا تبين من خلال هذه الإضاحات اللي قدم عدد من أستاذ المسؤولين حول هذه الوثائق بأن هذا الشخص صاحب شركة العين التجارية الوهمية استطاع تقديم رشاة وعملات ومبالغ طائلة للمسؤولين في حينها لغرض طمس معالم التحقيق وبعض هذه المبالغ المبالغ المختلسة بأكثر من ثلث مليارات دولار أمريكي وليس فقط مليار ومثلين مليون دولار حسب ما تناولته وسائل الإعلام في حينها هذا نموذج آخر من النماذج اللصوصية في عراق الاحتلال عراق الديمقراطية المزيفة والمزورة نتمنى تسليط الضوء ونشر هذه الحقائق على هؤلاء النصوص لكي يكون الشعب العراقي على بين منها وحتما سيأتي يوم الحساب ويتم جلب هؤلاء المجرمين لينالوا جزاهم العادل هناك أيضا يعني شخصية أخرى سأضيفها إلى جانب هذا الشخص في حلقة واحدة يعني نضعهم ونضع وحدة الموضوع لوحدة الموضوع أصيل طبرة أصيل طبرة كان نائب المرحوم عدي صدام حسين في اللجنة الأولمبية ومدير تجارته أصيل سامي طبرة عنده أخوة محمد ووافل كانت عائلته تسكم بمنطقة قريبة من دائرة الجوازات ب52 مقابل حاكمية المخابرات عمل فترة طويلة مع المرحوم عدي وأصبح ذو نفوذ وكان المرحوم عدي يرسله لمتابعة أعماله الخاصة داخل العراق وخارج العراق أخوه محمد اشتغل بالسيقائر تجارة السيقائر وأخوه أصيل أيضا معاه شاركو يقال أحدهم قال للأمانة أن أصيل كان محبوب لدى الرياضيين ويدافع عنهم أمام مرحوم عدي صدام حسين أصيل طبرة طبعا كان دائم التردد لقطر والإمارات والأردن للتنسيق مع الشيوخ والأوراء لأعمال المرحوم عدي وكذلك شراء المواد له كالخيول ومعدات وأجهزة أصيل طبرة أسس مع أولاد عمه شركة النيبال للصرافة اللي لها فروع بالأردن والسليمانية والإمارات وهي شركة معروفة أسس مربط للخيول بالقاهرة وبات يتنقل بين الأردن ومصر والإمارات وقام بالمتاجرة بأمور عدة منها اللحوم استقرب القاهرة لفترة وأسس علاقات قوية مع عدد السياسيين والأثرياء طبعا هذا الثراء وهذه العلاقات وهذا الامتداد المعلومات الشيرة لأنه تزوج من ابنة عدنان الأسد الذي توفي بالكورونا قبل أشهر وكان شغل منصب وكي الوزير الداخلية زين كان هناك فضيحة مدوية ومعروفة للجميع والنجاه بالأخص حول صفق الشراء السيارات المسيووشي للداخلية العدنان الأسدي عم أصيل طبرة طبعا أصيل طبرة زوجته وأولاده بالقصف في الأمريكي توفى بداية الاحتلال رحمه الله وهذه طبعا بعد ما يعني أنطاء صفق الشراء السيارات المسيووشي الشركة أصيل قاسموا المبلغ سوية والوثائق نشرت على الملأ وطبعا أخذ منها حصة الأسد هذا الرجل عدنان الأسدي أصيل طبرة أيضا قام بسحب ملايين الدولارات من شركة النيبال للصرافة تحت ذريعة استثمارها بأمور تجارية وما عاد المبلغ طبعا هاي الأموال عائدة لتحويلات مواطنين لدى الشركة وهناك عشرات شكاوي على الشركة زين طبعا هو تم منعه من دخول الإمارات لأسباب عديدة شقيق وباف القامة بالغدر بين عمه بأنباع معمل لصناعة الجبس ليز بالأردن وهرب بالأموال إلى أوروبا واستقر هناك بعد أن قام ابن عم معطاء وكالة يعني كلهم نصوص حرامية ومحتالين استغل بافل لهذا الغرض وعمل بالدائرة التجارية بالمخابرات كان زين يعني كانوا مراكز مرموقة يعني بافل كان يعمل بالدائرة التجارية بالمخابرات عمل لفترة بأحد الواجهات برومانيا أصدقاء نمير أصيل هم نمير عبد الكريم ودكتور ساهر برهان أعتقد ساهر برهان توفى مؤخرا هذول كانوا بلجنة أوروبية عام 2014 كما ذكرت حصلت فضيحة الفساد اللي كان أبطالها الثلاثة عدنان الأصدي وسيد طبرة وحميد النجار هذه الفضيحة تتمثل بإصدار وكيل وزير الداخلية أمر مزاريا باستثناء شركة السماء أرض الوطن المملوك الأصيد طبرة وبالاتفاق مع الوكيل الأقدم هاي الشركة استثنوها من شروط المناقصات والتعاقد وجعلوا هذه المناقصة حصرية بالشركة واشتروا ستة الاف عجلة نوع فورد F350 العقد اللي رح يعني نرفقه ونظهركم على الشاشة أثناء بث الحلقة يظهر هذا التعاقد الشاذ أن سعر شراء السيارة الواحدة 55 ألف دولار بينما نفس السيارة بالسوق المحلية تباع بغداد 35 ألف دولار شقد الفرق هذا الفرق يعني 20 ألف دولار يروح بجيوب هؤلاء الف عدنان واصيل وحميد عدنان راح في ذمة الله فجمعوا 120 مليون دولار لمجموعة 6000 سيارة هذه نموذجين قدمنا لحضاراتكم من هؤلاء سراق الفاسدين الذين يمصون دماء الشعب العراقي من خلال نهب أموالهم سنكون معكم إن شاء الله في حلقة أخرى عن خاين الأمانة وسارق ولص آخر في حلقة أخرى أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى التفاعل مع القناة بكل الوسائل من خلال النشر والتعميم والمشاهدة لغرض انتشار القناة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته